بسم الله الرحيم 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 بسعر رأس المال وتبين لك بعد ذلك أو تبين للمشتري أنه كذب أو أنه خدع يعني بكلامه فهنا يأتي خيار تغير الثمن خيار تغير الثمن إذن الأصل في البيع عدم إخبار البايع المشتري بقيمته السلعة لكن إن أخبره شوف الشرط انتبهوا يا مشايخ لكن إن أخبره وربط شعر البيع الآن بسعر الشراء الذي أخبره به يسمى بيع ماذا؟ بيع الأمانة وقد مر معنا أنواع البيع ومسمياتها فهذا يسمى بيع الأمانة وهو على ثلاثة أنواع إما بيع مرابحة إما بيع مرابحة وهو بيع السلعة بمثل ثمنها الذي اشتراها البايع به مع زيادة ربح معلوم مع زيادة ربح معلوم متفق عليه بين البايع والمشتري ما مثاله من باب التوضيح مثل أن يأتي يقول البايع للمشتري تشتري مني هذه السيارة رأس مالي هذه السيارة أو هذه السلعة عشر ألاف أو ألف هنا المثال ألف وأنا أطلب زيادة عشر في المئة ربح إذن كم يصبح قيمتها؟ ألف مئة إذا اشتراها المشتري بألف مئة ثم رجع فعلم أن السيارة هذه ما هي قيمتها ألف قيمتها ممكن ثمانمئة له المطالبة بخيار تغير الثمن خيار تغير الثمن لكن متى يسقط هذا الخيار إذا لم يكن هذا موجودا في بداية البيع وقت العقد لشو لموجود هذه المحادثة بكم كلفتك السيارة بكم كلفتك البضاعة أو شيء إذا لم يخبره البايع إذا لم يتلفظ إذا لم يقول كلفتني مثلا بألف وإنما أمر البيع زي العادة بكم تشتبه هذه السيارة بألف مئة حتى وإن بان أنها غالي يعني سعرها في السوق ألف وليست ألف ومئة يجوز البيع ولا يطالب المشتري بخيار تغير الثمن طيب يا مشاي النوع الثاني بيع التولية بيع التولية وهو بيع السلعة بمثل ثمنها في الشراء من غير نقص ولا زيادة مثل أن يقول المشتري رأس مال هذه السلعة بألف والمطلوب لا أريد ربحا الصفر لا أريد ربح منك ولا خسار أنا أبيعها لك برأس المال فكم تكون قيمتها يعني ألف ونفس الشراء نفس البيع أو يقول هكذا تسمع البعض البايعين يقول لك يعني مثلا نشنت تقوله رائعيني نزلي في السعر ألف كثير بديني بتسعمية يقول لك ما جابت راس مالها أو أي لفظ على أي لهجة الميم يوضح لك أو يبين لك أنه هذا مش راس المال أو مش سعر تكلفتها في الشراء فإذا تبين أنه مخطئ لخبط سواء قاصدا أو كاذبا فللمشتري أن يريع على البايع بخيار تغير الثمن بخيار تغير الثمن نوع الثالث أيها الأحبة من هذا البيع بيع الوضيعة أتذكر لما أخذناه أشكال على بعضكم مسألة التخفيضات اللي موجودة في الأسواق وأنا نبهت أنه مو مقصود بها التخفيضات ما هو بيع الوضيعة؟ هو بيع السلعة بمثل ثمنها الذي اشتراها البايع به مع خسارة متفق عليها كيف؟ مثال أن يقول هذه السلعة بألف وأنا سأخصم لك من قيمتها أنا خسران أو أصرفها عشر في المئة إذن كم سعرها؟ تسعمائة لو تبين للمشتري أن السيارة أو السلعة هذه ليست بألف يجوز له المطالبة بماذا؟ بخيار تغيير الثمن أنا لا أتكلم عن التخفيضات في السوق يقول لك أنا خفض لك عشرين في المئة تعالي الله اخذها مثلاً بتسعمائية هو ما اشترط عليك أن سعرها ألف هو يقول لك أنا أخفض لك من ربحي عشرين في المئة أو ثمانين في المئة أو خمسين في المئة لكن كونه يأتي يقول لك رأس المال كذا وسأخفض لك عشرين في المئة من قيمة رأس المال فهي لك بكذا فإذا تبين أنه كاذب أو مخطئ فيجوز شرعا المطالبة بخيار تغير الثمن سيأتي أنك تردها طيب خيار تغير الثمن يثبت أولا إذا تبين للمشتري أن قيمة السلعة اللي هي رأس المال المتفق عليه سابقا مختلفة عما قاله البائع له حين العقد واضحة هذه يعني إذا كان يعني هو قال له بألف هو لما رجع أو تأكد أو شاهد سبحان الله الفواتير أو الإشياء وجده مشتريها بخمسمائة فله المطالبة بخيار تغير الثمن طيب لو وجدها بتسعمائة أيضا له خيار تغير الثمن أما هناك خيار الزيادة اللي مر معنا الغبن أنه يغبن ويزيد عليه في السعر هذه الزيادة أهل الخبرة يقوله زيادة فاحشة أنك قد تشتري الآن مثلا أنك محتاد ومضطر فيزيد عليك 5% 3% 2% من باب المرابحة يعني من باب التكسب أكثر من سوقها هذا جائز لا يغسمى خيار الغبن خيار الغبن يكون شيء مثلا أهل الخبرة يقول والله غبنك يا أخي هذه مثلا السيارة بين 10 ألاف و 12 ألاف كيف يعطيكي بعشرين يعني أهل الخبرة أهل السوق يقول والله زود عليك يعني زيادة فاحشة هناك خيار الغبن خيار زيادة الثمن هذه باتفاق أن يكون هو يربط لك تكلفة السلعة أو رأس مالها بالشراء إذا تبين للمشتري هذا النوع الثاني متى يثبت خيار الغبن خيار تغير الثمن الأول إذا تبين للمشتري أن قيمة السلعة اللي هي رأس المال مختلفة عن ما اتفق معه فين في مجلس العقد كل كلمة لها ضابط لها معنى إيش يعني في مجلس العقد أنا أريد أن أشتري سيارة من الشيخ شام وأتكلم معه الآن أقول له بكم السيارة قال والله يا خيار مكلفتني عشر ألف بعد أسبوع أسبوعين أجي يقول له يا أخي السيارة خلاص أنا رب بيحك فيها إيش عشرة في المية يعني كم ألف يعني أديك 11 ألف هذه 11 ألف رجعت فوجدت السيارة مش بعشر ألف وجدت اللي اشتراها منه مثلا الشيخ بكر اللي زيد اللي عمر فإذا بها مثلا بثمني آلاف أو بثمني آلاف هل للمشتري هنا المطالبة بخيار تغير الثمن هل للمشتري لا لماذا لأنه لما قال لي بعشر ليس في مجلس العقد لما قال لي بعشر آلاف مكلفتني ليس في مجلس العقد أنا أقول لك الضابطنياتي في مجلس العقد ويقول لي السيارة مكلفتني مثلا عشر ألاف أريد عشر في المية زيادة يعني 11 ألف هو لأنه ربط قيمتها فأنا ألزمه بالصدق وليس بالكذب طيب توضيح أكثر اثنين إذا تبين للمشتري أن قيمة السلعة اللي هي رأس المال مرتفعة يعني تسع ألاف مش بعشر ألاف بس مش لأنه كذب أيش السبب مرتفعة بسبب أن البيع كان بالتقصيط ولم يوضح البايع يعني زي اللي يقول لك لف علي هو صح بعشر ألاف هو مشتريه بعشر ألاف لكن اشترعه بعشر ألاف تقصيطا بينما هي أصلا تسوى كم ثمانية ألاف فهنا أيضا أطالب مدام في مجلس العقد قال لي كلفتني عشر ألاف ولم يبين لي أنه في سبب للزيادة وأنا اشتريتها أمانة وصدقا واتكالا بعد الله يعني موافقة كانت مبنية على أنه خبرني بالسعر فليه الحق يشفي مطالبة الخيار الثمن تغيير الثمن الثالث عرض والطلب أخذناها أول لقاء في الصيغة للعقد لها الإيجاب والقبول بعتك هذه السيارة العرض أو بعرض واذا يقول قابلت اشتريت هذا مجلس العقد الإمضاء في الشريعة ليس شرطا نقل الملكية في السيارات في المرور في البلدية في كذا ليس شرطا في الشريعة لكن يرجع إلى ماذا إلى العرف ما مثاله إذا أنت الآن اشتريت سيارة ودفعت قيمتها واستلمتها لكن ما نقلت ملكيتها قانونا ليست ملكت حتى تنقلها قانونا لكن شريعة البيع نفث ما الفرق أنك إذا استلمتها وهو جاء رجع في البيع قال لك لا أرجع لي سيارتي قال له ما أنا مرجع أنا دفعت لك قيمتها لن أقيلك لن أقيلك قال إذا ما رجعت سبلغ عنك أنك سرقتها قانونا يقبل ولا ما يقبل قانونا يقبل فورا انتأخذها والسيارة باسمه وانتخذت بدون رضاية لكن شرعا هو آثم شرعا هو آثم العرف محكم إذا لا يوجد شريعة العرف محكم إذا لا يوجد شريعة ما مثاله أظن في مصر في مسألة العقار أنه لابد أن يكون في الشرع العقاري في شيء اسمه الشرع العقاري تسجيل في الشرع العقاري فما دام اعترفوا بهذا الشيء وهو موجود عرفا يعني أصبح حتى العوام سواء متعلم أو غير متعلم أنه يعلم أنه مدام اشترى شقة لن تكون في ملكي حتى تسجل فهنا العرف محكم أنه ما يخالف الشريعة ما تأتي تقول له والله استلمت المفتاح خلاص أعطاني من المفتاح وأنا أعطيت الفلوس خلاص شرع الله أنا أريد البيع فنقول لهنا العرف يعني كأنهم تعارفوا أن مسألة العقار إذا ما يصبح فيها لجج وخصومة بالتسجيل هكذا طيب يا مشاخ ثالثا لأنه اللي يرفع السلع الآن مع الأمثلة حتى تتفهم ليش ارتفاع السعف إذا تبين للمشتري هذا رقم ثلاثة إذا تبين للمشتري أن قيمة السلع اللي هي الألف اللي هي رأس المال مرتفعة بسبب أن البيع كان إيش لقطعين كثيرة بس هو ما خبروا ما وضحهم يعني صح هو اشتري السيارة بعشر آلاف بس ما كانت السيارة الوحدة كانت السيارة مثلا مع قطع غيار أو سيارة أخرى سيارتين كانت بس هو ما وضح هو قال له السيارة بعشر آلاف ولم يوضح له إنها إيش سيارتين فيه ولا ما يسير زي كده يقول له مثلا والله أنا كلفني البضاعة هذه حتى وصلت إلى هنا عشر آلاف طيب أنت ما جبتها الوحدة أنت جايبها مثلا مع بضائع أخرى طيب يا مشايخ ثلاثة أو أربعة إذا تبين للمشتري أن قيمة السلعة اللي هي رأس المال مرتفع بسبب مثلا أن العملة مختلفة هو يكلمني بال الدولار وأنا على بالي إنه إيش يكلمني بال مثلا فيقول لنا اشتريتها بخمسة وإحنا هنا مثلا فهو يظن أنه بعملة البلد هذه وإذا بيه الخمسة آلاف يقصد أيش عملة أخرى أو عملة بلد آخر المهم أي سبب يدل على الزيادة للمشتري المطالبة بحق خيار تغير الثمن طيب لاحظ هنا لا يلزم معرفة رأس المال بالنسبة للمشتري إلا إذا كان البيع بالتخبير بالثمن أنه إحنا خلنا في البداية أنك إذا جيت تبا تشتري وسألت الباع كم كلفت يعني كم تشوف في الشوق قلت لك ما لي صلاح ما أدري شوف من فقه البيع ما لي دخل أنت ليس هنا مقام تعليم أنا هنا أعرض هذه السلح هذا التلفاز ولا هذه السيارة ولا هذا الكمبيوتر طيب يعني هو سعره طيب هذا هو معروض بكذا هذا ليس مجال استشارات يناسبك هذه مواصفاته وهذه أشياء لأنك إن دخلت بدأت في تحديد السعر ستدخل في مسألة أنك تلزم بهذا السعر تلزم بهذا السعر واضح يا مشايخ إذن هذا يعتبرك كأنه خيار إذا كان البيع بواسطة أو بطريقة تبيين رأس المال إذا كان العقد ما دخل في رأس المال ولا كم كلف خرجنا من الموضوع طيب يسمى عقد أمانة أو هذا البيع بيع أمانة إما بيع تولية إما بيع مرابحة إما بيع وضيعة أو خسارة إذا واحد اشترى الأرض بعد محسن الأرض إذا أخذ لأجر من الأرض هذه من إصلاح المشتري طيب الله أعلمين كان من كنوز الأرض فهذا يسمى الركاز هذا ما لا للأول ولا للذي الثاني للحكومة طيب اختلاف المتبايعين الآن عندنا يا مشايخ وبعد أن انتهينا من الخيارات عندنا المتبايعين وهذا أقرب ما يكون الدرس في كتاب القضاء وليس في كتاب البيع وهو يتحدث عن مسألة إذا اختلف المتبايعين الآن عندنا العقد طرف ألف طرف باء بينهم مشاتل ألف يقول كلام وباء يقول كلام قد يأتي ألف فيقول والله أنا اشتريت السيارة السوداء وباء يحلف أو يقول لا أنا كان اتفاقنا وكان عقدنا على السيارة السواء البيضاء قد يأتوا في العقار فيقول ألف أنا اشتريت القطع التي على الشارع وباء يقول لا أنا بعت القطع مثلا الخلفية في فرق قد يأتي ألف فيقول أنا اشتريت بعشرة ويأتي باء يقول لا أنا بعتك باثنائش أعطيتني عشرة بقي لي الفين كل هذه الاختلافات ما دخلنا الآن بالخيار احنا دخلنا كأنه إذا فيه سار اختلاف في المتبايعين في المتعاقدين ما الحكم فأحببتوا يا أحبة بداية أن أنقل لكم من باب أيضا التدريب والممارسة اللي هو نقل عن العلماء يعني من باب الخلاف وإنما من باب أناس قد سطروا هذه الأبواب أو هذه الأحرف قبل مئات السنين سواء على المذاهب الأربعة فأحببتوا أنيش أن أنقل ذكرهم لأن المؤمن أو المسلم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث ومنها علم ينتفع به فهذا العلم من باب فاذكروني أذكركم من ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير منه فما يدرينا كما نذكرهم نحن الآن قد يأتي زمان نذكر فيه وقد يأتي زمان يعني نقف بين يدي الله فيقال لنا قد ذكرتموني في مجلس وذكرتكم في مجلس أفضل منه عندنا قال الإمام محمد هذا المذهب الأول هو مذهب الحنفية ومشهور من على المذهب الحنفية أو درس يعرف أن السرخصي من أئمة المذهب بل هو ممن كتب وأغلب أهل الفقه قضاء وفقها يعني من لم يدرس كتب الإمام السرخصي في المذهب لا يؤهل للفتوى ولا للتدريس ولا للقضاء وسائل الأئمة في كل مذهب قال الإمام محمد بن أحمد بن سهل شمس الأئمة السرخصي الحنفي في كتابه المبسوط المتوفى سنة أربعمية وثلاثة وثمانين للهجرة شوف لاحظوا كيف عباراته تختلف عن عباراتنا حاصلوا الاختلاف في مقدار ما وجب للبائع على المشتري يعني إذا حصل خلاف بين البائع والمشتري حاصل نتيجة من الثمن الآن الخلاف فين من الثمن عندنا شيء اسمه ثمن ومثمن ثمن ومثمن لا تلخبط الثمن النقدي النقد الذي يدفع دولار ريال ذهب فضة المال الذي يدفع والمثمن السلعة التي تخذ العين فعندنا ثمن أو مثمن وقد يكون البيع مثمن مع مثمن مثمن مع مثمن اللي هي عين بعين اللي هو المبادلة وقد يكون البيعيش ثمن مع ثمن زي ذهب مع فضة فضة مع ذهب فإذا حصل النزاع الآن مثلا في الثمن فالبائع يدعي الزيادة البائع يقول أنا بعتها بـ 1200 فعليه أن يقيم البينة قاعد عندهم أن من يدعي الزيادة لهو البائع يلزم بماذا بالبينة ما هي البينة ستأتي بالتفصيل لكن أرمهم كمثال الفاتورة مثلا أو التوقيع أو سند الاستلاب أو العقد فعليه أن يقيم البينة على ذلك طيب الخلاف الآن المشتري قل لا أنا اشتريت بـ 1200 والمشتري منكر مشتري قل لا لتلك الزيادة فالقول قول من فالقول قوله أي قول المشتري مع يمينه فالقول هذا المذهب أنه يقول القول في حال الخلاف إذا كان في شيء عندنا إثبات وإنكار سيأتي بالتفصيل تحت طيب تعالوا للمذهب الثاني اللي هو المالكية قال خليل بن إسحاق البينة على المدعي سيأتي التفصيل لأن أغلب هذا الباب ليس في فقه المعاملات وإنما في القضاء لحظة خليك معي أمشي لك حب قال خليل بن إسحاق بن موسى أهم شيء عندك هنا الآن أعرفت طريقة السرخص كيف سرده كيف المعلومات اللي جابها طيب قال خليل بن إسحاق بن موسى ضياء الدين الجندي المالكي المصري هذا مر عليكم مرورا أما المذهب المالكي يقدرونها قدرا كبيرا أنه هذا من تلاميذ أو من أصحاب مدرسة الإمام مالك ومشهور كتاب مختصر خليل وشورح عدة شروحات وهو عمدة نفس الشيء في الفتوى في القضاء في كثير من المسائل وجدت أي مكتبة تسألهم بس مختصر خليل في مذهب المالكية تستعجب كيف خدم وعلى الله ذكره وبقي إلى موجوه إلى الآن كمذهب ونفس الشيء في الأول له السرخص طيب طبعا المصري بلدا وقد يأتي الإنسان يقول الآن مصر ما فيها المذهب المالكي طيب كانت مدرسة وانتقلت أو لعله انتقل المتوفي في سنة 776 للهجرة ماذا قال في كتابه شوفوا عبارات تختلف عن الأول إن اختلف المتبايعان منهم المتبايعان طيب ليسهم يبايعان من باب في العربية مرات يغلبوا شيئا عن شيء مثل يقول لك ما شاء الله عندك عيال تقول له إيه وأنت تقصد عندك بنت أو عندك ولد بنت أو عندك أبوان تقصد أبو أم وإنما تقول ليش أبوان يعني في العربية أو في اللغة الدارجة قد يعتب بأحد الأسماء عن الآخر فقال إذا اختلف المتبايعان في جنس الثمن أو نوعه حلفا طيب هو اختصر لك إنك ما ذكر هذه المعلومة لكن هي موجودة بالفهم وهو إذا الآن ما قدم هذا بين أو قدم بين وحكمنا أو لم يقدم بين وانتقلنا لليمين وتحالفا طيب إيش النهاية يصير فسخ طيب إذا صار فسخ إيش اللي يصير نرجع لكل واحد شيئا فالمشتري نقول له رجع البضاعة المين للبايع طبعا كاملة متالفة وتعال أنت يا بايع الفلوس رد المين للمشتري طيب أنا خسران أنا غلطان أنا ما أدري ما هي أنتم كلكم مختلفين طيب إيش نسو كيف نلزم بالفهميتين وهو يقول ألف يعني هذا في حال القضاء أو الخصومة طيب ورد ورد مع الفواتي قيمتها يوم بيعها يعني فاتت أي تلفت صور أنه يريد أن يرد الآن نقول رجع السلعة فقال تلفت استهلكتها ذبحت وكلتها اختلفوا على شات فقال ذبحتها ما يستطيع يردها فيرد ماذا قيمتها متى يوم بيعها شوف اختصر لك الموضوع شما ما تصير مشاكل طيب أردها بقيمة يومها ولا قيمتها اليوم فيردها يوم بيعها وأيضا في قدره كمثمونه يعني نفس المثمون هذا أو قدر الأجل اختلفوا في الأجل هذا يقول له أنا أعطيتك سنة والثاني يقول لا والله أنت أعطيتني سنتين ما أنا دافع إلا بعد سنتين في خلاف أو ما في خلاف بدأوا يتنازعوا هذا لا عنده بينا وهذا ما عنده بينا طيب اليمين حلف هذا يمين وأيضا هذا حلف يمين هذا يحلف يمين أنه والله أنا اتفقت معه على سنتين وهذا يقول والله العظيم أنا اتفقت معه على سنة ماذا تفعل تفسخ أو حميل حلف وفسخ إن حكم به ظاهرا أو باطلا كتناكلهما تناكل اللي هو الإنكاء نقل اليمين إما ما يبقى يحلف نقل اليمين إما ما يبقى يحلف أو ينكر أنت تقول له يمين هو يقول لك يساء أنت تقول له مثلا أنا اتفقت معك على هذه الأرض ويقول لك لا والله أنا الاتفاق على الأرض الثاني أنت تقول له اتفقنا على 10 ألف يقول لا والله اتفقنا على 12 ألف يعني يعكس لك الكلام طيب ما الحكم وصدق مشترين إذن هو على نفس القاعدة مالكية على نفس مذهب الحنفية في مسألة المصدق من؟ المشتري وصدق مشترين ادعى شوف كيف الكلمة ادعى الأشبه وحلق ادعى الأشبه يعني مقارب للسوق ما خالف السوق يعني مثلا يقول والله اشتريتها بألف نظرنا وجدنا نعم مئة سعر بين ألف وألف ومئة يعني ألف ومئتين شوية كثير فنقول له خاص احلف احلف وإذا حلفت يقضى بكلام من؟ المشتري وليس بكلام البايع طيب المذهب الثالث المذهب الشافعي أنه راح راحت عليه وصدق مشترين ادعى الأشبه وحلف وحلف إن فات قيمة يعني استلامها هذا يقول أنا سلمتك هذا يقول ما استلمت على أي صفة على أي صفة من الصفات يعني على أي مشكلة إما في الثمن إما في المثمن إما في الأجل إما في الحمل هذا يقول والله أنا اتفقت معك أنك تنقلها لي مثلا إلى مكة واذا يقول له والله يا أخي أنا اتفقت معك أنك تأخذها هنا في المستودة الآن خلاف ولجوا إلى القضاء تحت بعد المذاهب حيجيك التفصيل يعني على وقتنا الحاضر المذهب الثالث الشافعي قال أبو زكريا محي الدين يحيى ابن شرفين النووي الشافعي هذا مشهور عندكم صاحب من؟ الأربعون النووي وهذا مما يميزه الله ليش أربعون نووية؟ في هذاك الوقت يعني تتكلم عن يعني فخر علماء الإسلام فمن الأشياء اللي اشتهروا فيها الأربعون المكية الأربعون المدنية فهذا الإمام النووي الأربعون النووية أربعون حديثا هو جامعها سواء في الأخلاق أو في الآداب سبحان الله كتب الله لها القبول على العالم كله على أي مذهب الآن تسأله تعرف الأربعين النووي يقول لك بالعكس قد تدرس حتى في المدارس الحنفية أو في المدارس المالكية من رفع له ذكره؟ هذا اللي قلت يا خبرتكم من البداية في أناس يختار الله لهم أن يكونوا مرفوعي الذكر سواء في الدنيا أو في الآخرة ما يدريك ما بينه وبين الله كيف ألفها؟ هل هو مخلص؟ هل هو نيةه أن يرفع الجهل؟ نيةه أن يتقرب إلى الله؟ ما تعرف وذكرت لكم الإمام مالك وهو إمام دالي الهجرة لما جاء يؤلف الموطأ ويكتب الموطأ قيل له لا تكتب الموطأ من بعض محبيه يعني ممن يعني طلابه أو قرابته أو شيء فإذا به يعني لماذا يعني في خطأ فقالوا لا كل الطلاب طلابك اللي جاءوا من تحتك وهم يدرسوا عنك وحفظوا منك كتبوا الموطأات إيش يعني موطأات؟ أنه نقلوا الحديث من سرده إلى توطئة الحديث على تحت أبواب فقهية مثلا حديث الصلاة حديث الزكاة فكان يقول الذي المقول المشهورة ما كان لله؟ يبقى ما كان لله يبقى وهو موجود الآن إلى يومنا هذا موطأ الإمام مالك وأكثر الموطأات ما هي موجودة؟ تبحث عنها في المكاتب موجودة هل هذا يدل على أنهم كانوا يعني منافقين أو مخادعين أو كانوا يحب الشهرة؟ لا لكن تعذن الله له بالكرم السابقون السابقون هذا فضل من الله يعطيه من الذي قدم أبا بكر على عمر؟ الله سبحانه وتعالى اختار له الرفقة لما كان يسأله عمر أبو بكر يسأل النبيه السلام يعني تضايق في مكة وضغط كفار قريش وأذيتهم متى تأذن لي متى تأذن لي وهو يصبر يصبر خلاص إلى أن جاء سبحان الله موعد الهجرة يعرض عليه أن يكون معه فرح كثيرا فالله يعطي على مقدار ما تدفع من تقرب إلي دراعا تقربت إليه باعا تقرب إليه شبران تقربت إليه دراعا فأنت تعامل ربا كريما على العموم ماذا قال؟ قال إذا اختلف في قدر الثمن أو جنسه أو صفته أو شرط الخيار شوف حتى في خيار الشرط اختلفوا يعني في أي خلاف أو الأجل أو قدرهما أو في شرط الرهن كان بيعا برهن مثاله أبيعك السيارة بعشر علاق فين العشر علاق قال لي ما عندي قال لي حط رهن فحطيت مثلا كيلو ذهب فسار الخلاف في الكيلو هذا أنا أقول كيلو ذهب وأنت تقول لا خمسمائة قراب نصف كيلو فسار الخلاف الآن في الكيلو ولا خمسمائة أو في شرط الرهن أو الكفيل من يتفلك؟ جيب ضمين مع الاتفاق على عقد صحيح فإن كان لأحدهما بين قضي بها يعني هو يتكلم عن القضاء إذا كان لأحدهما بين قضي بها فإن أقام بينتان هذا عنده بينة وهذا عنده بينة جاب لك قائدة جديدة حلوة في المذهب قال فإن أقام بينتان وقلنا بالتساقط كيف بالتساقط؟ أن هذه بينة تسقط هذه وهذه بينة تسقط هذه كأنهم ما عندهم بينات ما مثاله؟ يعني هذا جاب لي فاتورة أو سند أو يعني عقد وهذا جاب لي برضو عقد هذا مصدق من الغرفة التجارية وهذا مصدق من الغرفة التجارية هذا مصدق من الخارجية هذا مصدق من الخارجية فأقول له خلاص إلغي الأقضاء أنا ما عندي ما قدر قضاء خلاص هذه لا تعتبر بيين فكأنه لا بيين وإلا توقفنا إلى ظهور الحال كقضاء وهذه عشان كده مرات في القضايا في المحاكم في التجيس القضية 6 سنوات 7 سنوات ويأتي الناس يقول لك ليه يا شيخي ما تبين للقاضي كيف يحكم بشيء هو ما استطاع أن يتبين فيقول لك إلى أن يظهر الحال نشوف وإن لم تكن بيينة تحالفها لو ما رضيه لو قالوا لا ما ننتظر يعني إيش ننتظر حتى يجي شاهد يجي أكبر يجي واحد من السفر يعني مثلا شاهد إن ننتظره طيب ما ندري متى حيجي قالوا طيب نرضى بالتحالف طيب يلا يحلف نطل أول قال واقسم بالله العظيم على أنه كذا يمين والثاني واقسم بالله لا شي ما يعني أنتم برضو عندكم نفس المشكلة يعني حتى بالتحالف ما وصلنا معكم إلى حل وإن لم تكن بيينة تحالفة سواء كانت السلعة باقية أو تالفة وسواء اختلف المتبايعان أو ورثتهما أي من جاء بعدهم من جاء بعدهم وهذا كان سؤال كنت أحب أضعه لكم في خيار العيب أو في خيار الشرط إذا قدر الله أحد المتعاقدين مثلا نقول المشتري قدر الله مات فجاء الورثة إلى السيارة أو إلى البيت فوجدوها فيها عيب هل لهم أن يتصرفوا بديل أبيهم أو بديل أمهم أو بديل الزوج للزوجة المهم الورثة هل لهم أن يطالبوا بحق العيب أو بخيار الشرط أو بخيار الشرط صور المشتري هذا السيارة بشرط مثلا لمدة سنة تجربة تحت التجربة قدر الله مات في الشهر الرابع باقي تقريبا ثمانية أشهر على انتهاء المدة هل للورثة أن يعيدوها يطالبوا بخيار الشرط نعم لهم المطالبة ينتقل الخيار حق ينتقل الخيار حق ينتقل فهذا من ضمنه في حال الاختلاف في حال الاختلاف وكان في خديعة أو في خلاف أو في كذب فإنه ينتقل معهم وكذا لو اختلف في قدر المبيع واحد يقول أنا اشتريت منك مئة كيلو الثاني يقول له لا أنا اتفكت معك تسعين طبعا يا مشايق هذه تحدث نعم قد تحدث موش بسبب القصد يعني ما نقول لعيم بسبب مثلا أول ما جيت ياخي انت بكم هذه هذه بعشرة هذه بكم هذه بعشرين هذه الكيلو بعشر هذه الكيلو بعشرين بعد ستة سبعة أشياء أو أصناف يتقول لي طيب يا الله جيب لي من عشرين كيلو هذا الدفع طيب اغلف لك وجهز لك لما نجي حاسبك اذ بي أنا أقصد مثلا أبو عشرين وانت تقصد أبو عشرة قد يكون نفس النوع مثلا قامح أو شعير أو تمر لكن مع اختلاف النوعين أو شي هذه برضو تسير خلاف يعني مش لازم أنت تتصور أنه هذا كذاب أو مخادع أو غشاش ويأخذ حق الناس فقال البايع مثلا وسواء اختلف المتبايع وكذا لو اختلف في قدري المبيع ما مثاله فقال البايع بيعتك العبد بألف بيعتك من العبد إذا موجود كان عبيد وحتى لو موجود من باب الأمثلة بيعتك العبد بألف فقال بيعنيه مع الجارية بألفين تحالفة يعني هذا الأول يقول أنا ترى البضاعة اللي اشتريتها بس عبد واحد بل وهذا كنت تقول له لا أنا اشتريت عبد وجارية بألفين هاي كيف يفتح الله هذا لا عندهم بينا تحالفة فلو قال البايع بيعتك العبد فقال بل الجارية واتفق على الثمن فإن كان الثمن معينا يعني شيء معين تحالفة وإن كان في الزمة أصلا ما سلم يعني لا هذا سلم العبد ولا هذا سلم الفلوس ولكن يشهم الآن في حال فوجهان تشوف الكلام للشافعي للإمام النوي فوجهان أحدهما يتحالفا من قال به قاله ابن الحداد واختاره القاضي وأبو الطيب وابن السباب لاحظوا ذول الأربعة والخمسة طيب أكمل لكم المعلومة والثاني ما شأن الثاني الوجه الثاني لا قاله الشيخ أبو حامد واختاره الإمام وصاحب التهذيب ماذا تفهم تفهم يا أخي أنه مر في الفقه الإسلامي مرحلة كانوا يستندون على العلماء وكانوا مشتهدين فيها يعني لما يأتي لك الإمام النوي في مدرسة الفقه الشافعي فيقول لك أن هذه المسألة فيها خلاف لاحظوا هل جاءوا بدليل ما جاء ما قال الله قال الرسول وإنما قال لك فيها وجهان إذن هم يعني درسوها وبحثوها ودرسوها فخرجوا على وجهان الوجه الأول التحالف والوجه الثاني لا فقال أصحاب الوجه هذا فلان وفلان وفلان وأصحاب الوجه الثاني فلان وفلان وفلان أنت إرجع موزيا بزماننا هذا في ذاك الزمان فكأن هناك في تمذهب في تمذهب واتباع للمذهب فمن كان من أتباع ابن الحداد الشافعي أو القاضي أو الطيب أو من كان من اللي هو الإمام صاحب التهذيب اللي هو الشيخ ابو حامد فيتبع المذهب الثاني أو القولة الثانية لكن في وقتنا الحاضرة الآن إحنا خدناها العوام قد يتمذهب لكن الأفضل عدم التمذهب عدم التمذهب لكن لا تنكر من يأتي متمسكا بمذهب انتبه يعني مثلا قد تأتي لمؤذن صارت لنا يوم الجمعة هكذا أنه الإمام لما قال السلام عليكم ورحمة الله الخطيب المؤذن لما جاء كان على المذب الحنفي فأذن لذلك في مشكلة عندهم ما عندنا مشكلة معهم لكن لما جاء في الإقامة أقام الصلاة على المذب الحنفي المذب الحنفي يقول بروايتي تذكروا أخرناها رواية أظن أبو محذورة من الصحابة لما فتح الرسول عليه السلام مكة استأذنه استأذن الرسول أن يؤذن أبو محذورة فالرسول أعطاه طريقة ما هي الطريقة أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله في نفسه أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم يجهر بها يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم يقول في نفسه مثلا أشهد أن محمد رسول الله ثم يجهر بها أشهد أن محمد رسول الله هذه الآن الذي يجهر بها هي الموافقة لبلال الذي يجهر بها طيب والتي يسرها خاصة به لماذا بعض الفقهة قالوا لأنه كان حديث إسلام والأذان شعيرة فالرسول عليه السلام كان يأكد عليه السلام بنطقه للشهادة يمكن أن الناس لم يعرفين الأصحاب المذهب قالوا لا هو أذن فين في مكة الفتح اللي هو آخر حياة النبي إذن هو المعتبر نحن ما ننكر أن بلال كان مؤذن الرسول في المدينة لكن كون يأتي في مكة في حجة الوداع في الفتح وهكذا ويجعله يؤذن بهذه الطريقة إذن هو الذي نأخذ به الجمع بين الروايتين هذه الروايات في الأحاديث ماذا تقول أنك تقول سر بها المفروض المؤذن أو في الإقامة لما يؤذن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لكي تخرج من الخلاف تجمع بينهم واضح يا مشايح على الأموم هذه من الأشياء ما الذي أريد أن أوصله لكم أريد أن أوصله أنه كان هناك مدارس فقهية تهتم بأقوال العلماء بأقوال الرجال يعني من أصحاب هذا المذهب من قال به من هم الذين قالوا به في وقتنا الحاضر هل يهمون هذا الشيء والله أعلم لا وقلت لكم أنه أغلب الآن المجامع الفقهية ما يرجعوا لمثل هذه الأمور ما السبب أنه أنت الآن ممكن أقول لك من هو القاضي أبو الطيب تقول له ما أعرفه أنا يا أدوب أعرف الشافعي أقول لك هذا من مدارس الإمام الشافعي وقد يكون خالف الإمام الشافعي في أقواله ومذاهبه وأنت ما تدري يعني الناس سار فيه بعد طيب ليش كان ليش القرب هذا أن الناس الآن يحفظوا حتى أنواع موديلات أو الفروق بين فئة من فئات السيارات عام ألفين وعام ألف وتسعمائة وخمسين يحفظها بالملة يقول لك كان شعارها كذا بعدين حرفوه وكان في النصف شوية قدام كذا يمين حين رجعوا وراء حتى اللمبات وراء كانت فوق كذا مثلثة ولحين نازلة يعني ما شاء الله حسوا خاصوا وشغال فيها مركز فيها يعني مهتم فيها هؤلاء كانوا مهتمون بالعلم بالحديث بالفق بالضبط فكانوا مثل هذه الأمور يقيدوها ويسجلوها طيب آخر ماذا بسقطه لكم قال الإمام موسى الحجاوي المقدسي شرف الدين أبو النجع الحنبلي المتوفد 168 في كتابه زاد المستقنع وهذا الذي يدرس في أغلب الجامعات وفي أغلب المدارس إما مختصرا وإما يعني مطولا فقال فإذا اختلف في قدر الثمن تحالفا إذا النفس القائدة ما في خلاف بينهم فإذا اختلف في قدر الثمن تحالفا فيحلف البايع أولا هنا يبين لك أنه في خلاف هذه من الأسرار في قراءة المتون مدام هو يقول لك فيحلف البايع تعرف أنه في غيره قال فيحلف المشتري وقد يكون في قول ثالث فيقول لك يحلف المنكر وقد يأتي قول الرابع فيقول لك يحلف المثبت عندك كذا قول يعني مش بس قول واحد المهم هو قال فيحلف البايع أولا ما بعته بكذا طبعا بلفظ الله والله ما بعته بكذا وإن ما بعته بكذا ثم يحلف المشتري والله ما اشتريته بكذا وإن ما اشتريته بكذا طبعا ما يجيني واحد يقول شوف هذا لا يرى الحلف بالله أو يقول لك تحالف وبعد ما قال والله لكن هذا يفهم طالب العلم يفهم أن المقصود والله لكن يمكن إجلالا للفظ الجلالة أو إجلالا للحلف أنه لا تجعل الله عرضة لأيمانكم لا يريد حتى أن يدخله في المثال قال ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ولكلني الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر منت القاضي لا ألف بيقتنع ولا باية بيقتنع فتقول له سأحكم بالفسخ ما هم فاهمين فاهمين قالوا لك قبلنا هتلزم الآن الباية أنه يردش الفلوس للمشتري وحتلزم المشتري أنه يرد البضاعة للباية قالوا لا ما نبى هذا القضاء ما عندي كلام خاص أنتم ما جيتوا هنا هنا مو مقام تعليم في مجلس القضاء إذا القاضي حكم لا يعلم يعني لو جاء قال للناس للمتخاصمين تريدوني أفسخ العقد ما هم فاهمين فليس واجباً على القاضي أن يعلم ليس واجباً على القاضي أن يعلم فاهمين يا مشاهي لأنه قد يكون هذا القاضي عنده كرسي أو عنده درس في المسجد ويشرح للناس هناك يبين هناك يشرح لكن في مجلس القضاء ما هو واجب على يبين طيب هل هذه خدعة لهم ليست بخدعة يفروض أنت ما رفع الدعوة إلا فاهم ما لك وما عليك ما توافق على شيء إلا أنت فاهم ما تقول قال فإن كانت ولكلني الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر طيب فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها أنه قد يأتي يقول طيب السيارة أو الراحت قال له ادفع قيمتها أو مثلها سابقاً على يومها فإن اختلف في صفتها هذا يقول يا أخي أنا أعطيت سيارة مثلاً فخمة هو أبا يقول لا 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 أعطاني سيارة عادية يعني ما هي الخلاف الآن متفقين على الثمن هذا يقول بعشر آلاف وهذا يقول بعشر آلاف لكن آلاف يقول السيارة ما هي هذه السيارة مثلاً غالية من مرسيليس مثلاً بيام دابليو مثلاً ماذا يقول له لا صينيين هذه العادية الآن مختلفين في صفاتها فالقول قول من اختصر لك الموضوع قال لك القول قول مشتري وإذا فسخ العقد إن فسخ ظاهراً وباطنا وإن اختلفاً في أجل أو شرط فقول من ينفيه هذا جاء بقاعدة جديدة مش لا قول الباع ولا قول المشتري قول من قول الذي ينفيه ده إن نفف مش يعني ينفيه وإن اختلف في عين المبيع تحالف وبطل البيع إذا تحالي وإن اختلف في عين المبيع هذا يقول لنا الأرض هذه وأبا يقول لا 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 ليست الأرض هذه بتاتاً الأرض هذه هنا يرجع إلى أن البيع باطل ليش؟ لأنه من أصول البيع من شروط البيع السلعة بيان السلعة وضوح السلعة طيب أنا ما عندي السلعة فما أمشي على مجال يعني القاضي ما ينزل فيبيح لهم ما حرمه الله وبطل البيع وإن أبا كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض الآن هذا خائف يقول لا والله إن هات يقول والله ما أعطيه له حقه وهذا يقول والله ما أعطيه له حقه طيب ماذا تفعل أيها القاضي وإن أبا كل منهما تسليما ما بيده حتى يقبض العوض والثمن نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن شوه الترتيب القاضي ينصب عدلا يجيب طرف شخص ثالث عدل ثقة لا يمين مع هذا ولا يمين مع هذا يأخذ السلعة ويأخذ الفلوس فيبدأ بمن يسلم المبيع لأنه هي الأصل لو ما في مبيع إذن ما في ثمن بعد أن يرجع يسلم الثمن إذن يبدأ بتسليم المبيع لشيء ما يطلع لك هذا يقول لك أعطيني حقي مقديج المشتري يقول لك لا أعطيني فلوسي لا ما نعطيك فلوسك لما نرجع البضاعة لصاحبها طيب لاحظوا الآن هذا الأسطر بعضكم ممفاهمها قد تكون غريبة يعني كأنه إنسان يتكلم بلغتي ولهجتي لكني مش فاهم كل ما في المعاني تعال هنا التفصيل لشيء ما أطول عليكم إذا كان الخلاف في محل العقد أي في السلعة أو ثمنها إما في السلعة الخلاف أو في ثمنها ثمنها قلنا ماذا؟ الثمن والمثمن عندنا ثمن أو مثمن فالخلاف أن القيمة ألف أو تسعمائية مثلا أو في هذه السلعة أو في غيرها فلحل الخلاف إحنا أتفقنا إيش الخلاف؟ الخلاف في الثمن الخلاف في المثمن في صفته في أجلي في أي شيء طيب كيف تحل الخلاف؟ أول شيء قلت لكم هذا كأنه مجلس قضاء وليس في البيوع لكن لأنه ذكروه الفقع في البيوع أدرجته لكم أول ما تبدأ معهم الصلح ما المقصود بالصلح؟ يتفقوا عليه شيء يعني هذا يقول ألف ومئتين وهذا يقول لا ألف فنقول هل ترضى مثلا بألف ومئة نشرائكم مئة من هنا ومئة من هنا رضيوا خلص أنحلت الإشكالية هل هذا معتبر؟ نعم معتبر بالدليل نعم معتبر بالدليل قال الله تعالى وَإِنْ اِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَحَا أَلَيْهِمَا إِنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ هذه قاعدة في كل القضايا في أي نزاع زوجين متعاقدين جارين أي مشكلة من عقود الدنيا ما ذام فيها الصلح حتى لو جاء قال والله أنت جيت علي في الصلح رضيت ترى الصلح أفضل يعني قد يكون كثرة اللجاجة في المحاكم أو أمام القضاء والعيمان وأنك تخرج وأنت منتصر قد تخسر زميلك أو مالك أو قد تطول القضية وقد إثبت لا تثبت وقد تستطيع وقد لا فبداية من الصلح أني أخرج أنت نفسك راضي أو نفسي راضي قد تحدث ترى المشكلة بين التجار من غير قصد ما قصدها أن يحدث نزاع بينهما طيب إذا انتقلنا للقضاء تمر بالخطوات هذه إذا انتقلت إلى القضاء ما المقصول بالقضاء القاضي اللي في المحكمة أو أجعل قاضي بيننا قد يأتي ألف وباء ونحن بيننا مشكلة وإنش نحل والله ننتظم نجيم يكون قاضي بيننا تعال يا جيم إحنا كمسلمين نؤمن بالقضاء اقضي بيننا ما دام عينوه قاضيا ووافق عليه أن يحكم بينهم لعلمه لخبرة من أهل الخبرة قديم في السوق فوجب أن يمشوا بذي الطريقة كقضاء إسلامي طيب لو ما مشوا بذي الطريقة هل يعتبروا مخالفين للشريعة لا يعتبر ويش صلح يعتبر صلح طيب ما هو الذي يوافق الشريعة أول شيء تقول من اللي عنده بينه هذا في القضاء من الذي عنده بينه أيش البينة مثل ما قال أخوكم هل عاقد شاهد قد يكون شاهد حضرة أي الشهود أو القرينة بينة قرينة أيش هي قال يا أخي أنا عندي رسالة الجوال البضاعة بألف ومئتين صح ما بيننا أقول لكن فيه رسالة الجوال طيب يا أبا هو طلع لك رسالة الجوال قال لا فيه أشياء محذوفة فيه رسالة محذوفة أنا بعدين صح في البداية قال لي ألف ومئتين أنا قلت له ألف طيب هي وضح لي هي جيب أنت تقول بألف وضحها قال أنا حذفت غيرت الجوال مسحت الرسال أنت أذهبت البيينة فنعتبر بهذه البيينة اللي عنده الطرف هذا واضح يا مشايخ إذن الأول البيينة من شهود من قرينة طيب ما في بيينة لا عند ألف ولا عند باء ننتقل إلى التحالف ننتقل إلى الأيمان الحلف ما الدليل عن عبد الله شوفوا لاحظوا من بداية الدرس ما خلنا دليل لماذا لأنني كنت أقول لكم أقوال العيمة هل فيها خلاف في العيمة فيها خلاف لا أغلبهم ما في خلاف القول المشتري بسبع مع اليمين هو نفس المهم طيب ما التحالف حدثت قصة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قال عن عبد الله ابن أبي مليكة في البخاري أن امرأتين كانتا تخريزان تخريزان تخيطان هذه من باب أرسلت لكم الصورة اللي هو عندهم الإسكافي الذي يصلح الله يكرمكم الأحذي أو الجلود فيستخدم مثلا إبر قوية صلبة كذا كبيرة اللي أدركها كانتا تخريزان في بيت أو في الحجرة يعني كانوا في معزل عن الناس ما في أحد لهم ذول الثنتين فخرجت إحداهما وهي تصيح فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفا في كفها يعني دخل في كف هذا المخرج موجود في كفها موجود عندكم الصورة رأيتموها دخل في يدها مثلا هذه الآلة وتتسبب أنا قلطان منفروض عرضها لأنشان اللي ما عنده هذه هي واضحة هذه هي طيب في كفها فدعت على الأخرى قالت هي ليش تعمدت لضربه فروثع إلى ابن عباس ابن عباس كان من فقهاء الصحابة وهذه من الحديث التي تبين لك أنهم من فقهاء الصحابة يعني كون الصحابة والتابعين في ذاك الوقت يرتضون أن ابن عباس يحكم مع وجود صحابة أخر إذن هذا يدل على ماذا فقهه وفضيلته ومكانته له مكانة مدام أنه قضاء وعلم وشريعة فرفع إلى ابن عباس فقال ابن عباس قال رسول الله هذا الذي يسمى الحديث المرفوع لما سئل رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أنا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم يعني أي واحد اشتكي نصدقه لذهب دماء قوم وأموالهم لو أي واحد يشتكي نحن نصدق من المسلمين أو من المؤمنين طالما أنه مسلم أو ثقة أو صادق أو يعني يشهد له بالخير ونصدقه لذهبت أموال أو دماء قوم وأموالهم ذكروها بالله شوفوا كيف كانت طريقتهم يعني اذهبوا وذكروها بالله أن الله مطلع لا تظلميها يعني إنها طعنتك وهي لم تطعنك وذكروا الثاني أيضا التي تقول إيش أنا والله مو أنا ولاني السبب ولا ادخلت ولا مسكت ولا جيت جنبها ذكروها بالله وقرأوا عليها شفت الرب بالقرآن وقرأوا عليها قوله تعالى إن الذين يشترون هنا الشراء كالبيع ما قلت لكم في ألفاظ بالعربية عبوين فهنا يشترون المقصود به البيع والشراء فكأنه يبيع عهد الله عهد الله إما العهود التي تكون مثلا اتفق معك على شيء فأقول لك هذا عهد بيني وبينك وبين الله فأنت إن وافقت هذه مصيبة تنتبه هذه كلمة خطيرة أمام الله أجي أقول لك تعطيني مثلا أعرف تقول لي طيب هذا دين يلا دين طيب أكتب عليك ورقة أو شيء أقول لك أنا حتى لو كتبت ورقة يعني ما حقدر يجيبك طالبك عن مين هذه الورقة ما يمعتبره أو ما بدخل في كمبيالات أو في شيء إيش رأيك نجعل الله بيننا ويكون عهد عليك أنك توفيني إن وافقت هذه مصيبة طبعا من يستخدمها كثير تعرفوا احمد الله أن النساءكم ليسوا بفقهاء طالبات العلم تجيك البيت توعدك بشيء توديني يودك عهد بيني وبينك أورا فأنت إن عهدت تبقى حياتك كل إيش مهددة يعني أي معصية مشكلة لا عد تدور شهود ولا تدور شهود طيب لكن أن تكون أفقه منها قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا سماه الله ثمنا قليلا لأنك أنت تخرج من المشكلة الآن فتكذب يقول خارجني يا أخي قدام الناس انفضح يروح يسمي من احتجارة ينتصر علي يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ما لهم نصيب ولا يكلمهم الله شوف العقوبات اللي لهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة يعني لا يرفع درجاتهم لا يخرجهم من معزقهم لا يخرجهم مما هم فيهم لا يقصد ينظر إليهم أنه لا يراهم وإنما المقصد لا ينظر إليهم ذلي لا يحفون بحفظه برحمته لا ينقذهم مما هم فيه لا ينجيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم هذه أيضا من عقوبات الحلف الكذب من عقوبات الحلف الكذب انتبه من يجي واحد يقول لك احلف تحلف على شيء رأيته وسمعته ليه عندك حجة أمام الله إيش لون هذا قلت لونه أبيض هل شفت قبل هل يحلف أنه لونه أبيض في بعضكم ما شاف اللي في يدي على الطول نزلته مادام ما شفته ما يجوز لك تحلف لو اثنين ثلاثة أربعة قالوا إيه ونحلف أنه هذا أبيض تيجي تقول مادام ما ذول حالكم ما يمكن من أولونه أبيض يشحي كلون مادام ما رأيته أو ما سمعته عن فلان ما ينفع هذه في المجالس غالبا إذا ما رأيت الشيء ما سمعته بأذنك ما يجي ولد يقول لك والله سمعت الجاري يهدد ولا سمعت مضاربة ولا أي شيء حتى الفقه تكلم في الذي يشهد خفاء كيف يشهد خفاء قد يكون اثنين متخاصمين فألف يأتي بباء لكي يتفقوا ويأتي بالخفاء بسين يقول له يا سين خليك وراء الباب أو وراء الشباك أو شيء واسمع النقاش بيني وبيني باء عشان لو أقر بشيء أنت شاهد فإذا جاء مجلس القضاء هجيب إيش سين هذا شاهد أنه أشهد نعم أنا كنت موجود أنا ما كنت موجود كنت وراء الستارة أو كنت معاك في الجوال أو كنت فاتح الاسبيكر الآن في وقتنا الحاضر ما حكم شهادته الذي يشهد بالخفاء شهود المحكمة لابد أن يشهدوا على شيء سمعوه وراءوه هذول المنشأة هذول اللي يشهد الزور الشيء شهادة الزور أنه يكذب حتى في أنه يعرف هذا الشيء يعني في مثال عشان هو المشكلة هذا في القضاء تفصيله في القضاء اللي هي في مرات القاضي لا يطلب شهادة وإنما يطلب تعديلا وتزكية مرات في القضاء القاضي لا يطلب شهادة وإنما يطلب تعديلا أو تزكية ما مثاله في إثبات الورثة هلك الحالك أو توفي ألف وترك تحته واحد ثنين ثلاثة أربعة هؤلاء الأربعة ثنين ذكور ثنين إناس من الذي يضمن الآن أمام القاضي أن هؤلاء هم الأربعة فقط الورثة ثنين الذكور ثنين الإناس في مرات القاضي يطلب من يشهد أن هؤلاء الأربعة هم فقط ورثت هذا الميت الذي مات ما في غيره فهؤلاء قد يأتي واحد من القرابة يقول أنا أجي أشهد طب أنت ما تذكر يمكن أن يكون متزوج واحدة ثانية فيتكون المفروض شهادتك على ما تعلمه يعني عندما تقف أمام القاضي تشهد على ما تعلم أنا هذا زميلي أو جاري ومما ذا عنه أو سيط عنه أو شيء أنه ماته مات وهو متزوج المرأة هذه وترك هؤلاء الأربعة ولدين وبنتين لا تزيد ولا تنقص هنا فيما بالنسبة للمجالس الآن الفقهية بنوه على حتى في الآن لما يقبضوا على شخص بالخفاء كانوا متجسسين عليه قبل فترة ويقبضوا عليه لما يقبضوا عليه يشترطوا أنهم قبضوا عليه وهو متلبس فهذا أكبر إذا كان القانون يوافق الشريعة فما بالك بغيرها يعني بالشريعة لا بد أن يكون الشاهد حاضر تراه ويراك وتسمعه حتى لو قال أن اسمعت ليس بيكر مو أنا مجدرك التسجيل وهكذا هو وهو فيه اختراقات لكل شيء إذا كانت تصوير قبل فترة عشرات السنوات كانوا يجيبوا الصورة شاهد يقول لك إذا فيه صورة مثلا الكاميرات المراقبة إذا وجدوا مرأة خالت برجل تعتبر خلوة ووقوع في الفاحشة بعدين تبين أنه لا فيه لعب فيه ناس تستطيع الدخول للأفلام وفبركة وكذا فألغوها فأخذوا قاعدة فقهية أنه هذه لا تعتبر خلاص ما دم استطاعوا ناس يكذبوا فيها ويزوروا أو يتدخلوا أصبحت الأمور الإلكترونية غير معتبرة ولذلك الخلاف في هذا الديين اي ما قد مر معكم في إثبات النسب الآن نحن ما قلنا الشهود لازم يجوا يشهدوا أنه ذول اثنين أولاده واثنين بناته طيب ما يجي واحد يقول لي لما نستخدم الأشياء الطبية ونثبت طيب وإذا خدث بعدين أن الأشياء الطبية فيها خطأ مش نورط فالشريع الإسلامي مبني على من رأى ومن سمع على العموم فقال ذكروها بالله سبحانه وتعالى وقرأوا عليها هذه الآية فذكروها فاعترفت فقال ابن عباس هنا شوف برضو من مرفوعات ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم ليش يعني مرفوعات ابن عباس أنه ابن عباس تركان يعني غلام مع النبي عسى السلام كان صغير وهذول في آخر حياتهم لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس أخذ لحاديث كثيرا ممن من الصحابة كان يأتي للصحابة فيسألهم وأظهر مثال مثلا يا أبو بكر أنت صاحبت النبي فين في الهجرة فحدثني إيش سار عندكم في الهجرة شوفت كيف يأتي إلى عائشة رضي الله عنه أنت زوجة النبي حدثيني كيف كان الليل كيف كان القيام كيف كان كيف كانت الصلاة فأصبح علمه مبني على سؤال ولذلك مما قيل عنه لما قدم في عهد عمر خطابه صغير برضو كان يلي اسمع عمر وكبار الصحابة ويقدم عمر في الفتوى وفي التعليم وفي كذا فقيل له كيف أخذت العلم هذا العلم كله كيف يعني من انتبه له غيرك من الصحابة وهذا فضل من الله يعني شوف التمايز فقال أخذته بقلب عقول ولسان سؤول كنت أسأل أسأل هذا وهذا وهذا ومن مما يستدل على جلدته في طلب العلم القصة أو الشيء المشهور في المدينة أنه كان يدرك النبي عليه الصلاة والسلام يعني يبقى يجري مع النبي عليه الصلاة والسلام في كل مكان يذهب له الرسول فكان مرات الرسول يدخل إلى بيته فهو ما يعرف متى سيخرج فيجلس ينتظر فين بره عند الباب مثلا الرسول قد يدخل يأكل يغتسل ينام طيب هذا ما نام ما أكل فكان مرات يصرع يعني يطيح من الإغمام من شدة الجوع فياتوا الناس يقرؤوا عليه ويرقوا ويفيقوا وهو يقول والله ما صرعاني إلا الجوع والتعب لكن بلغه الله بعد وفات النبي عليه الصلاة بهذا العلم أو شوفوا الحاديث كل اللي جات عن طريقه فالجلد في طلب العلم فضيلة فقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على المد عليه كيف يعني اليمين على المد عليه شوفوا القواعد هذه اللي أعطيتكم إياها أو جبت لكم إياها أولا يقدم قول النافي على المثبت في التحالف هذه خذها قاعدة يقدم قول النافي على المثبت في التحالف إيش يعني نافي إيش يعني مثبت عندنا الآن ألف يقول أنا بعت هذه السلعة بألف هذا مثبت ولا نافي هذا يسمى مثبت أنا بعت هذه السلعة بألف يجي المشتري فيقول إيش لا أنا بعتني لا ما بعتني إياها بألف هذا النافي لا ما بعتني إياها بألف مدام أنت النافي أنت الذي تقدم المثبت نطالبه بماذا؟ بالبينة أثبت مدام أنت مثبت شيء ما في من الذمة لأنه أنت صعب أنه أي شخص أمسكه يقوله أنا بيني وبينك عقد أو بيني وبينك فلوس طب اثبت والنافي ما نلزمه بالبينة لكن إن جاب البينة نقضي له إذا طلع عنده فاتورة أو عنده عقد أو شيء طيب ما عنده نلزمه بماذا؟ باليمين طيب إذا وجدنا البينة من ألف وباء النافي ما عنده بينة هل ننتقل لليمين؟ وانتبه ما ننتقل لليمين؟ طيب لو قال أحلف والله العظيم ألحق يا شيخ والله العظيم أنه كذاب أنا أخذته بثمانمائة يقول له تحلف ما تحلف ما دام ألف جاب بينة المثبت جاب بينة أنت عندك بينة تردها ما عندك بينة ما نقبل يمينة تنتهي الموضوع شفتوا الترتيب؟ شفتوا الترتيب يا مشاك؟ لكن إذا المثبت قال ما عندي بينة المثبت قال ما عندي بينة هنا نسمح لباء اللي هو النافي هاي بتحلف اليمين؟ شف بالترتيب هكذا يقدم قول النافي على المثبت في التحالف لأن النفي لإبطال دعوة الخصم والإثبات لإثبات الدعوة وهي لا تثبت مع قيام دعوة الخصم لمعارضتها له يعني كأنه يقول لك ألف وباء ثابت ومنفي لا نستطيع أن نقول أن ألف يعني إذا أثبت أو لم يثبت أن باء يستطيع أن يدحره بدون إيش بينة لا بد له من بينة ما عنده بينة؟ ننتقل إلى اليمين والمثبت يلزمه البينة طيب مثال الباع يدعي أن السلعة شقة أربع غرف الباع يدعي أن الشقة اللي اتفقوا عليها في العقد أربع غرف فهو مثبت هو مثبت لنا في مثبت فيلزمه البينة أثبت لنا جيب الخريطة جيب العقدة لا جيب اللي شيء كان بينكم توقيعه توقيع الخريطة أو شهود البينة شهود أو قراء والمشتري ينفي يقول لا أنا ما كان بيني وبينك اتفاق على هذه الشقة فيقبل قولهم على اليمين قول من؟ قول المشتري واضح يا مشايخ لاحظوا هذه الأقوال الشافع والمالكي كان في صعوبة لكن هنا نظام الأسطر والأنثلة نشوفوا كيف المدارس تختلف نحن الآن ندرس بالمثال وبالتوضيح وهكذا وذلك أن كل واحد من المتداعيان مدع ومنكر فمدع صدق نفسه ومنكر لدعوى خصمه طيب إذا رضي أحد الخصمين بيمين الآخر حكم للحالف على الآخر إيش يعني هذا الكلام إذا رضي أحد الخصمين بيمين الآخر حكم للحالف على الآخر طيب أنا أجيب لكم هي كامثلة آلف ما عنده بيمة خلاص انتهينا من البيمة أنت الآن يعني وقعت كقاضم بينهما ما عنده بيمة ستنتقل إلى الحلف جيت قلت لمن حتبدأ بمن بباء اللي هو ينفي تحلف فإذا بيقول لا أنا ما قدر أحلف فورا خلاص أنت أسقطت حقك آلف تحلف قالي وأحلف خلاص إذا حلف قضينا لألف شفت كيف والعكس بالعكس طيب تصور النباء قال لا أقبل يمين ألف كذاب هذا هو كذاب خدعني حتى لو تحلفوا بالتورا والإنجيل هيكذب إذن قولوا من ما أتمشي على كيف خاص أنت أسقطت حقك في الحلف هو الذي يحلف فإن قبل أنه يحلف قبل طيب ما قبل أنه يحلف فهذا مرت معنا الآن لا هذا راضي يحلف ولا هذا أو كلاهما حلف الفسخ سأفسخ البيع طيب أفسخ البيع خاص رجع سلعتك ورجع بضعتك فلو هذا ما سلموا إذا الشقة هذه لسا في العقد يختلفوا وهذا مثلا دفع عربون أو دفع دفع ولا رجعوا للدفع وانتها الموضوع هذا الذي يسمى الفسخ طيب هنا في نقطة يا مشاه انتبهوا لها المثال اللي جبناه اللي هو إيش في مسألة المثبت والمنكر صح؟ صح؟ هينتبهوا قد يكون كلا الطرفين مثبت ومنفي قد يكون كلا الطرفين مثبت ومنفي إحنا الآن اللي أخذناها الآلف مثبت وباعش نافي ومنكر فقد يكون كلا الطرفين كيف يعني؟ الآن الأول اللي يقول أنا بعته مثلا السيارة بألف بأة مو بس نكر لا قال لا وأنا اشتريت بثمانمين وأنا سلمت ثمانمية وأنا أحلف على الثمانمين إذن كلاهما مثبت ومنفي كلاهما مثبت ومنفي ماذا تصنع الآن المثبت في كل قضية تلزمه بالبينة المثبت تلزمه بالبينة فيما قاله أنت ما دام تقول يا ألف ألف وميتين فنثباتت ما عندي ثبات منكر أنت تعال أنت منكر أنه ألف وميتين أيوة منكر هل تحلف على النمو ألف وميتين أو حلف وقسم بالله العظيم نمو بألف وميتين خاص كفي إذن دعواك أنت اللغة الآن شفتوا كيف ننتقل الآن للدعوة الثانية أنت بكم تدعي قال أنا أدعي أنه بثمانمية عندك يثبات أنه بثمانمية شفتوا كيف قال ما عندي لأنه لو قال عندي أنت هذا الموضوع قال ما عندي قالتوا لترجع لمين للمنفي لهذا المنفي المنكر هل أنت موافق على النمو بثمانمية لا تحلف قال أحلف خلاص إذن مسألة القضاء بس أنا حبيت أقدم لكم القضاء مش شي سهل إذا أنت منت متفقف في الدين أو في الأحكام أو تعرف ماذا يقول هذا وماذا يقول ومتى يقدم ومتى ما يقدم وأنا جبت لكم بطريقة مبسطة إلا أنت في بعض المذاهب يقول لك لا ما قلت لكم منهم من قال البايع منهم من قال المشتر منهم من قال المثبت منهم من قال النافي منهم من قال المدعي م plankر لأن المدعي اللي إدعي أصلا اللي جاء واشتكد لأنه قد يأتي الآن إمرأة كلامه يطول على العموم منهم من قال المدعى ومنهم من قال المدعى عليه والسبب أيضا في الأيمان البينة على المدعي واليمين على من أنكر لكن كقاعدة الآن أن تتأخذها فقهية أنه في مسألة العقود في مسألة العقود إذا اختلف المتبايعان تمشي معهم بالتكيب عندك بينة ما عندي بينة أول شيء تمشي بالصلح حاول تصلح مدام في نزاع وتبين لهم أن هذه الدنيا لابد فيها من نزاع ما اصطلح كل واحد معند لا يتغلط على بعض ولا تكذبوا ولا يكذبك عندكم بينة ما عندي بينة خلاص تتحمل أنت الذي أسقط على نفسك هذا الحق تنتقل الآن إلى مسألة إيش ولا تبين له لا توضح له هذا الكلام الذي يقوله ليش لا توضح إذا ابتلاك الله بالقضاء أو بين الناس فلا توضح لهم لأنه أنا قد أأتي إلى ألف وباء فيكون ألف مسكين ما هو متعلم مثلا وباء عنده شوية علم أول ما يسمع الكلمة يثمها وهي طائرة فيبدأ يلف ويدور يقول لك إيه أحلف ما عندي مشكلة يلا أنا أحلف وأكون ضيعت على من؟ على ألف حقه طيب ماذا تفعل؟ خاص تحكم بينهم بدون شرح حاول أنك ما تشرح حتى ما تميل حتى في مجالس القضاء من يجوز للقاضي أن يلتفت لألف أكثر من باء في القضاء لابد أن يوازي بينهم حتى الآن أنا وجدت بعض القضاء لا يلتفت لا لألف ولا لباء يريح نفسه هذا موجود الآن ما خلاص هو جالس كذا على جهازه ولا على أوراقه ولا يلتفت لا لهذا ولا لهذا يريح نفسه من الكلام على العموم طيب شوفوا هنا الأكلام إذا رفض من توجه عليه الحلف أن يحلف قضي عليه شوفوا الكلمة هذه إذا رفض من توجه عليه الحلف أن يحلف قال ما أحلف يعني الآن القاضي جالي المنكر عندك بينات قال ما عندي بينات أحلف رفض قال له أنا ما أحلف نقضي عليه يعني ما عد نقبل كلامك خلاص هو سيحلف ننتقل لألف احلف لو رجع قال أنا ما أقبل يمينه أنا صح أنت قلت لي أحلف أنا والله يا أخي ملخبط لأنه ترى على فكرة مرات هذه القضايا قد تكون للورثة فيأتي الورثة ما يدري أنا ما أدري إش بين أبوي أو بين الذي ترك لي التركة وبين المشتري ما أنا عارف بالتفصيل فما أدري إش يفعل إيش يسوي فهنا القاضي قد يقول له خلاص أنت ما أتبت تحلف حلننتقل لي يميني لو قال لا أقبل يمينه لا أقبل طيب لي ما تقبل يمينه إذا أثبت هناك من النقطة إذا أثبت قال الله يا أخي ما يصلي أنا أجب لكم أنه هذا أو عليه قضية أخلاقية أو إنسان يكذب عنده قضية كذبة وشهادة زور فهنا القاضي لا يقبل منهما ونرجع إلى ماذا إلى الفسخ ونرجع إلى الفسخ أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعمل إلى ما فيه خير ورشاد هذا وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا شكرا شكرا